نفى المركز الإعلمي لمجلس الوزراء ما تضمنته الرسائل التحذيرية المتداولة حول وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تغديرهن بوغزة إبرة وأكد المركز الإعلامي أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تغديرهن بوغزة إبرة وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة